أعلنت مصادر طبية وفاة طفل بسبب المجاعة والجفاف ما يرفع عدد ضحايا سوء التغذية في قطاع غزة إلى أربعين ضحية وقالت المصادر الطبية أن الطفل توفي نتيجة سوء التغذية والجفاف ونقص الإمدادات الطبية في مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح في وسط قطاع غزة وفي شمال قطاع غزة قال مدير مستشفى كمال عدوان أنه تم تسجيل أعراض سوء التغذية لدى أكثر من مئتي طفل في قطاع غزة مشيرا إلى أن شبح المجاعة يلوح في الأفق حيث لا تتوفر مواد غزائية غير الطحين